الحكومة العراقية زادت من تعزيزاتها الأمنية في العاصمة بغداد التي تشهد توتراً أمنياً في ظل خلاف بين الحكومة وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران متهمة بقصف المنطقة الخضراء وسط تهديدات جديدة وجهتها ميليشيا كتائب حزب الله لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على لسان المدعو أبو علي العسكري الأمر الذي يتوقع يشعل حرباً بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة خاصة مع حديث رئيس الوزراء العراقي عن استعداده للمواجهة الحاسمة مع الخارجين عن القانون يعني مثل هذه التهديدات العلنية للقائد العام للقوات المسلحة أمام دول أخرى هي ضرب للسيادة والرياضة العراقية وأضعاف الدولة أمام الدول الأخرى فكيف تستطيع الشركات أو الدول ترسل شركات تابع لها للعمل والاستثمار في المدن العراقية من أجل بناء البنى التحتية استقطاب العاطين عن العمل أعطاء حيبة الدولة أنا أرى المرحلة المقبلة مرحلة خطيرة الوضع في بغداد ما زال متوتراً والحكومة غير مطمئنة لأي تعهد بعدم التصعيد من قبل أي فصيل مسلح تجاه ملف معاودة الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء لأسيما أن تهديد ميليشيا حزب الله للكاظمي عقد المشهد بشكل خطير الأمر الذي دفع القضاء إلى إصدار أمر قبضاً بحق أبو علي العسكري بتهمة التجاوز على رئيس الحكومة العراق يعيش في وضع يحتاج إلى أن تتعاون الدول معه من أجل رفع نوع من الضغطات التي تمارس على العملية السياسية ورفع الضغطات السياسية التي تمارس على الحكومة العراقية وأيضاً التطورات الأمنية الأخيرة وفي ظل هذا التصعيد أكدت مصادر أن شخصية سياسية مهمة مقربة من طهران ستحمل رسالة إلى إيران حول تهديد فصائل مسلحة لشخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وستجري مباحثات مع شخصيات في طهران لضبط الميليشيات التي تتوعد الكاظمي بتهديدات مباشرة كما تحمل الرسالة في طياتها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة مؤكدة أن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة ولعل ما يجري داخل أروقة الفصائل المسلحة يعطي انطباعاً بأنها باتت أجنيحة بلا مركزية وربما خارجة عن السيطرة حتى من قبل صانعي القرار في طهران الأمر الذي قد يدفع إيران إلى تقديم أكباش فداء كبيرة من قيادات هذه الفصائل في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر